أبدأ معك سيد خالد في لندن تظاهرات اليوم وما شهدته من عنف ومن سقوط لضحايا لستة قتلة حسب آخر حصيلة للحظة هذا التوتر إلى أي مدى هو فعلاً إنعكاس للمسارات السياسية المزدودة وللمناخ السياسي المجدود في البلاد تحية لك ولمشاهدكم الكرام ولي ضيفك العزيزة الأخ أسامة من واشنطن الرحمة والمغفرة للشهداء على الثورة السودانية منذ حقبة طويلة الحقيقة تكثر عدد الشهداء والانسداد في الأفق الذي يجسد حالة هذا الصراع غير المنتج هو نتائج لتمترس الغوة السياسية والانقسامات الحادة التي ضربت المشهد السياسي برمته منذ ربما فترة طويلة وليس فقط منذ 25 أكتوبر هو 25 أكتوبر كان نتائج لهذا الانسداد في الأفق عندما تمترست بعض القوى المدنية في مواقفها تجاه بعض القوى المدنية الأخرى ونفز من خلال هذه الثغرات المكون العسكري لكي يحدث ما حدث في 25 أكتوبر ولكن بالتأكيد المطلوب في الساحة السودانية هو عنصر مفقود إلى هذه اللحظة وهو عنصر تغليب المصالح الكبرى على المصالح الصغرة التي تندرج تحت مظلة المصالح الحزبية والشخص وهذا هو العنصر المفقود بالإضافة إلى عنصر التدخلات الدولية بما لا يشي بانفراج قريبا للأزمة ما لم تقلب الإرادة الوطنية على كل التدخلات الخارجية بدءا من الآلية الثلاثية نفسها التي تجسد حالة استخطاب حاد بين مكونات خارجية في سياغ السيطرة على بعض القوى الداخلية وهذا ما أفصى عنه من دوب الانتحاد الأفريقي مؤخرا أن فولكر بريس أو أليد الأمم الممثلين للأمم المتحدة هم يعني يلبون بعض السياسات التي ربما تهدد أمن واستغرار مستقبل السودان وهذا التعقيد الكبير برمته يحتاج إلى نوع من الحوار والتواصل وهذا هو خطاب العقل ولكن بكل أسف إلى هذه اللحظة العقل ربما يبدو أغلى صوتا من هذه الأصوات العالية التأكيد على أن فكرة التظاهرات ستغير النظام هذه جدلية وفكرة معطوبة منذ اليوم الأول لـ 25 أكتوبر كان هناك من يتحدثون من أن التغيير لن يتم عبر التظاهر هذه المرة بوجب المعطيات الجديدة على الساحة السياسية السودانية وهذه المعطيات الجديدة هي كانت نتاج لجبل جليد بدأ يتشكل منذ 11 أبريل عندما اختلفت الغوى المدنية فيما بينها وتركت الباب مواربا للغوى العسكرية لكي تتدخل وتفرض سلطة على المشهد السوداني بالتأكيد الصوت الغالب في السودان كله يدعو إلى عودة العسكر إلى ثكناتهم وأن تعودت دولة مدنية دموقراطية كاملة بدون أي اشتراطات ولكن الواقع أن هذا الأمر يتطلب إلى اتفاق بين الغوى المدنية فيما بينها حتى تقفل الباب تماما مع المكون العسكري بأن الحجة التي يستخدم الآن الجوكر الكرتر رابح لم يعد موجودا وها نحن كمدنيون اتفقنا على فكرة شكل الحكم خلال الفترة الانتخالية وطراضينا على وضع قوانين ونظم ولوايح المنظمة لقيام الانتخابات بصورة كلية فيما بيننا ومن ثم ندعو العسكر لأذهاب إلى سكناتهم بعد قيام الانتخابات هذا هو الخطاب المطلوب في هذه المرحلة ولكن للأسف كل أحد يتمترس في موقفه كل حزب يريد أن يلبي شروطه وامتيازاته ويحقق المصالح وحتى المكون العسكري الآن أصبح في حالة من الخوف باعتبار أن الوضع الذي تجسد الحالة السياسية الحالية ربما تقود البلد إلى انفراط عقد الأمن بصورة كاملة هو مواجهات عسكري وهذا ملامة نطلبه